مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس العلوم الصف الثاني الإعدادي الفصل الرابع استكشاف الفضاء الدرس الثاني الفضاء والنجوم والمجرات في جزئه الثاني في نهاية هذا الدرس أعزائي سنتمكن من تعرف أمثلة على المجموعات النجمية تفسير اختلاف ألوان النجوم ووصف دورة حياة النجم وكذلك توضيح المقصود بالمجرة والمقارنة بين أنواع المجرات الأربعة وأخيرا تحديد الوحدة المستخدمة في قياس المسافات بين النجوم المجموعات النجمية وألوان النجوم ما هي المجموعة النجمية؟ المجموعات النجمية عبارة عن مجموعات من النجوم ذات شكل ثابت في السماء شباه القدماء بأشكال بعض الحيوانات وأشياء ألفوها مثل الدب الأكبر والدب الأصغر وذات الكرسي كما هو موضح في الشكل المجاور فهذا الترتيب من النجوم أطلق عليه الدب الأكبر أما هذا فهو الدب الأصغر وهذا الترتيب سمي بذات الكرسي وهذا الترتيب من النجوم سميت بسي فياس أما بالنسبة لألوان النجوم وأحجامها تختلف النجوم في ألوانها وأحجامها فالنجوم الحمراء هي أقل النجوم درجة حرارة بينما النجوم الزرقاء أعلاها درجة حرارة أما بالنسبة للنجوم الصفراء التي يعد نجمنا إحداها فهي نجوم متوسطة الحرارة والحجم دورة حياة النجوم دائما تبدأ دورة حياة النجوم بكتلة كبيرة من الغازات والغبار تسمى السديم بعد ذلك تندمج بسبب الجاذبية وتنكمش مكونة النجم الأولي بعدما تندمج الذرات في هذا النجم وتصبح نجما حقيقيا لامعا يشع نتيجة التفاعلات النووية بداخله يصبح نجما تتابعيا رئيس وهذه المرحلة التي يتواجد أو تتواجد فيها شمسنا الآن بعد ذلك تستهلك الغازات ويتمدد ويتحول هذا النجم إلى نجم عملاق أو نجم فوق العملاق عندما يصبح النجم نجما عملاق فإنه ينكمش لبه ويتحول إلى نجم صغير لامع يسمى القزم الأبيض عندما يبرد القزم الأبيض يتحول إلى قزم أسود أما إذا تحول النجم التتابعي الرئيس إلى نجم فوق عملاق فإنه يستهلك الوقود بداخله ويتمدد مما يؤدي إلى حدوث انفجار وتكون نجم فوق مستعر إذا كانت كتلة لب النجم الفوق مستعر كبيرة نسبيا تحول إلى نجم نيوتروني أما إذا كانت كتلته كبيرة جدا فسيتحول إلى الثقب الأسود وهو عبارة عن قرص من الغازات والغبار ذات جاذبية عالية المجرات وأنواعها المجرة هي تجمع من النجوم والكواكب والغازات والغبار ترتبط مع بعضها بقوة الجاذبية هناك أنواع من المجرات تختلف في أشكالها وحجومها وتصنف إلى مجرات إهليجية وهي كروية أو مفلقحة تتكون من مجموعات نجمية متراصة وهي عبارة عن أقدم النجوم أما المجرة الحلزونية فهي قرص كبير من الغازات والغبار تمتد منه أذرع من النجوم بشكل حلزوني ومن أمثلتها المرأة المسلسلة وهي أقرب المجرات لمجراتنا أما المجرة الغير منتظمة فإنه ليس لها شكل ثابت لذلك لا يمكن تصنيفها كمجرة حلزونية أو مجرة إهليجية كما نلاحظ في الشكل هنا فالمجرة الإهليجية كروية الشكل أو إهليجية مفلقحة أما المجرة الحلزونية فلها أذرع من النجوم بشكل حلزوني أما المجرة الغير منتظمة فليس لها شكل ثابت أما بالنسبة للمجرة التي توجد فيها الشمس والنظام الشمسي فهي مجرة درب التبانة وهي المجرة التي نعيش عليها وهي عبارة عن مجرة حلزونية يبلغ قطر أصغر المجرات آلاف السنوات الضوئية بينما يبلغ أكبرها مائة ألف سنة ضوئية المسافات في النظام الشمسي درسنا سابقا أعزاء الطلبة الوحدة الفلكية والتي تستخدم للمسافات القصيرة مثل المسافات بين الكواكب أو المسافة بين الأرض والشمس أما بالنسبة للسنة الضوئية فتستخدم لقياس المسافات البعيدة مثل المسافات بين المجرات فالسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة وتساوي تسعة ونصف تريليون كيلومتر تقريبا مع العلم أن سرعة الضوء تساوي ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية سؤال يطرح للتفكير لماذا تعد السنة الضوئية أفضل من الوحدة الفلكية في قياس المسافات بين المجرات؟ نعم لأن هذه المسافات هي مسافات بعيدة جدا فتستخدم السنة الضوئية لتقدير هذه المسافات عوضا عن الوحدة الفلكية وصلنا يا عزائي إلى النشاط التقييمي السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي ما نوع مجرة درب التبانة التي تقع فيها الأرض؟ أحسنتم هي حالة زونية ما الوحدة المستخدمة لقياس المسافات بين النجوم والمجرات؟ نعم هي السنة الضوئية كما أسلفنا إذا كانت كتلة نجم كبيرة جدا ماذا يشكل بعد أن يصبح نجما فوق مستعر إذا كانت كبيرة جدا؟ أحسنتم يشكل ثقبا أسود ما هي النجوم الأقل درجة حرارة؟ نعم هي النجوم الحمراء السؤال الثاني املأ الفراغ في كل من العبارات التالية بالكلمات المناسبة واحد تجمع كبير من النجوم والغازات والغبار المرتبطة بواسطة الجاذبية نعم هي المجرة اثنان هي مجموعات من النجوم ذات شكل ثابت في السماء هي المجموعة النجمية السؤال الثالث لماذا تبدو النجوم؟ وكأنها تتحرك في السماء ليلا؟ أحسنتم أعزائي بسبب دوران الأرض حول نفسها في السؤال الرابع املأ المربعات الفارغة في الشكل لتكتمل دورة حياة النجوم دائما تبدأ دورة حياة النجوم كسديم بعد ذلك النجم الأولي ومن ثم النجم التتابع الرئيس ومن ثم النجم العملاق أو الفوق عملاق النجم العملاق ممكن أن يتحول إلى نجم صغير الكتلة يسمى القزم الأبيض وبعد ذلك يبرد ليتحول إلى قزم أسود أما النجم فوق العملاق فإنه ينفجر ويتحول إلى نجم فوق مستعر الذي ممكن أن يتحول إلى نجم نيوتروني أو ثقب أسود إلى هنا عزاء الطلبة وصلنا إلى نهاية الدرس شكرا لكم دمتم سالمين إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته